السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسيم الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنشرح unit 6 او الوحدة الستة من منحة connect kg2 الترم الثاني وعنوان unit 6 my form my form يعني مزرعتي وقبل ما نشرح درس النهاردة احب افكرك وقولك لازم يكون معاك الالم وكشكولة علشان تكتب معايا الملاحظات وياريت يكون معاك الكتاب علشان نحل مع بعض اول باول وانا محضر لكم نهاردة مفاجأة كبيرة تابعوا معايا الشرحة علشان تستفيدوا من الخصومات الموجودة على مفاجأة النهاردة ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عنوان unit 6 زي ما قلنا my form form يعني مزرع my يعني ملكي حاجة تخصني my form مزرعتي وزي ما احنا شايفين busy b بتقول لنا listen استمع and point واشر listen and point استمع واشر وعندنا طبعا في الفارم بتاعتنا او في المزرعة بتاعتنا مجموعة حريوانات اول حاجة عندنا cow cow يعني بقرة cow يعني بقرة cow عندنا duck duck يعني بطة duck يعني بطة duck عندنا rabbit rabbit يعني ارنب rabbit يعني ارنب rabbit عندنا sheep sheep يعني خروف sheep يعني خروف sheep عندنا cat cat يعني قطة cat يعني قطة cat وعندنا horse horse يعني حصان horse يعني حصان horse وزي ما احنا شايفين مكتوب قدامنا cow duck rabbit sheep cat horse ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل البيج 25 او صفحة 25 وبيزي بي بتقولنا هنا listen and number listen يعني استمع and number ثم اضع الرقم المنسب فانا هقول اسم الحاجة وبعد كده انتوا هتحطوا عليها الرقم بتاعها اول حيوانة عندنا هو cow 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 يبقى هنحط هنا number one ثاني حيوانة عندنا هو duck duck يبقى هنحط هنا number two ثالث حيوانة عندنا هو rabbit رابط فانا الربط يا اصحابي rabbit يبقى هنحط هنا number three الرابط عندنا sheep sheep اللي هو الخروف فانا ال sheep هنا يا اصحابي شاطرين يبقى دا number four خامس حيوانا عندنا الكات كات يعني قبطة فين الكات هنا أصحابي شطرين يبقى هنا نكتب نومبر 5 وآخر حيوانا عندنا هو الهورس هورس يعني حصان يبقى نكتب هنا نومبر 6 تاني حاجة طلبها مننا بيزي بي هي point يعني asher and say وبعد كده أقول فأول حاجة هنعمل عليها point الشيب أو الخروف فهنشاور عليه وهنقول شيب قولوا معي شيب كمان مرة شيب شيب يعني خروف تاني حيوان هو الهورس هورس 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 يعني حصان تالت حيوانا عندنا الرابت رابت 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 يعني أرنب رابع حيوانا عندنا الكاو كاو 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 يعني بقرة كات 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 يعني قطة دك 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 يعني بطة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 26 أو صفحة 26 وعنوانها It's lunch time at the form It's lunch time at the form يعني إنه وقت الغداء في المزرعة إنه وقت الغداء في المزرعة فعندنا هنا بيزي بي بتقول listen and point listen يعني استمع and point ثم أشر فدي ستوري صغيرة زي ما احنا شايفين ده الجزء بتاع الستوري صغيرة في unit 6 أو القصة الصغيرة بتاعتنا وبيحكي لنا عن أصحابنا وهم بيعملوا إيه في المزرعة في وقت الغداء It's lunch time lunch time يعني وقت الغداء at في the form المزرعة فهنشوف هنا هما بيعملوا إيه في وقت الغداء في المزرعة فعندنا هنا زي ما احنا شايفين صدقنا آدم وهو بيأكل الكاو أو البقرة وبيقول there is a cow there is a cow هناك بقرة there is يعني هناك كأكاو بقرة there is a cow هناك بقرة ومكتوب هنا كاو وصدقتنا دينا وقفه جنبها للرابت والرابت تقريبا بيأخذ أبل أو تفاحة من الطبق بتاعه في الصورة رقم اتنين في دينا بتقول there is a sheep there is a sheep يعني هناك خروف there is يعني هناك a sheep خروف وطبعا مكتوب sheep وفيه زي ما احنا شايفين مجموعة من الخرفين أو الخراف موجودة في الصورة والرابت بردو بيأخذ تفاحة تانية أو أبل تانية من الطبق اللي دينا مسكيه والكات وقفه في الصورة نتنقل للبيج اللي بعد كده علشان نشوف صورة رقم ثلاثة ونوصل لبيج 27 أو صفحة 27 هي والصورة الثالثة موجودة فيها دينا وهي بتقول there is a horse there is a horse يعني هناك حصان there is a horse مكتوب هنا horse وواضح أن الكات وقفه في الصورة ودينا بتشعور على الهورس الصورة الرابعة دينا بتقول where are my apples where are my apples التفاح بتاعي راح فين الطبق بقفه دي فجأة where are my apples دي في الصورة الرابعة نتنقل للبيج اللي بعد كده علشان نعرف حصل ايه وفي بيج 28 أو صفحة 28 الصورة الخمسة موجودة فيها دينا وهي بتقول rabbits rabbits like apples rabbits like apples يعني a rabbits يعني الارانب like يعني تحب apples التفاح فهما شافت ان الارانب مسكل تفاح بتاعها وبتاكلوا فهي بتقول rabbits الارانب like يعني تحب apples التفاح وصدقنا آدم واقف جنبه ويتفرج على الارانب وهي بتاكل التفاح ونتنقل للبيج اللي بعد كده ونشوف حصل ايه ونوصل لبيج 29 أو صفحة 29 وهم كلهم قاعدين بيأكلوا بقى لان ده lunch time زي ما قلنا lunch time يعني وقت الغداء فهم حطين الأكل بتاعهم قاعدين وبازي بي بتقول we like apples too we like apples too يعني احنا كمان بنحب التفاح we يعني نحن like نحب apples التفاح too يعني ايضا we like apples too نحن نحب التفاح ايضا وكلهم قاعدين بيأكلوا وفي صورة هنا لصدقتنا وهي بتقول we يعني نحن feed feed يعني يطعم animals animals الحيوانات we feed animals احنا بنأكل الحيوانات احنا بنطعم الحيوانات احنا بنطعم الحيوانات احنا بنطعم الحيوانات وبكده الستوري انتهت ونتنال البيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 30 او صفحة 30 وطبعا مكتوب فيها lesson استمع cut and stick ونلزق يبقى نسمع ونقص ونلزق وموجود هنا في اسفل البيج go to page 111 يعني روح لصفحة 111 علشان ناخد منها الصور المناسبة ونلزقها في اماكنها المناسبة زي ما احنا عارفين ان الستوري اللي احنا لسه كنا بنقراها متكونة من 6 صور فهو هنا مدينا 6 مربعات فاضية المفروض هنرتب المربعات دي او الصور دي بترتيب الستوري اللي احنا لسه كنا بنقراها خليكم معايا نروح لبيج 111 ونشوف الصور اللي هناك شكلها ايه ونوصل لبيج 111 او صفحة 111 وموجود فيها صور بتاعت it's lunch time at the farm او انه وقت الغداء at the farm يعني في المزرعة فاحنا نتعالوا نفتكر كده الستوري بتاعتنا اللي احنا كنا بنقراها من شوية كانت اول صورة موجود فيها ايه يا اصحابي شطرين كان ادم واقف قدام الكاو وبيقول there is a cow there is a cow يعني هناك بقرة طب فين الصورة هنا اللي موجود ادم فيها ويقول there is a cow شطرين هي دي الصورة دي فهي دي الصورة number one فعنقصها ونحطها في المربع رقم واحد طب الصورة الثانية كان موجود فيها ايه اصحابي لو تحدي فتكر كانت دينا وقفة وبتقول there is a sheep وقفة عند الخراف او عند الخرفان وبتقول there is a sheep او هناك خروف there is a sheep ففين الصورة اللي فيها دينا وقفة وبتقول there is a sheep او هناك خروف شطرين هي دي الصورة اللي فيها دينا وقفة وبتقول there is a sheep او هناك خروف فهي دي الصورة رقم اثنين طب الصورة الثالثة كان موجود فيها ايه اصحابي شطرين كان دينا وقفة قدام الهورس وبتقول there is a horse there is a horse او هناك حصان فين الصورة هنا اللي دينا بتقول there is a horse شطرين يبقى هي دي الصورة number 3 او رقم 3 طب الصورة الرابع كان موجود فيها ايه اصحابي الصورة الرابع كان دينا بتدور على التفاح بتاعها لان الطبق كان فادي فكانت بتبص في الطبق وتقول where are my apples where are my apples التفاح بتاعي فين شطرين يبقى هي دي الصورة number 4 او الصورة الرابع الصورة الخمسة كان موجود فيها ايه اصحابي تذكروا كده شطرين كان دينا وقفة بتبص على الارانب وهي بتاكل التفاح بتاعها وحتى قالت rabbits الارانب like apples الارانب بتحب التفاح شطرين يبقى هي دي الصورة رقم 5 وهي كانت بتقول rabbits like apples او الارانب بتحب التفاح وصورة 6 كان موجود فيها ايه اصحابي كلهم كانوا قاعدين وبيتغدوا بقى لان ده كان لانش تايم او وقت الغداء او او add the farm وكان بعض بي بتقول وي لايك ابلتو او احنا بنحب التفاح ايضا فشطرين هي دي الصورة number 6 او الصورة رقم 6 ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 31 أو صفحة 31 وقبل مشرح الجزء ده أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرز الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض أول بول وده معاد مفاجئتنا النهاردة وهي عبارة عن خصومات حصرية تصل إلى 50% ودي خصومات حقيقية من موقع جومية لمتابعي قناة فلاش التعليمية بمناسبة وصولنا لعشر تلاف مشترك وعلشان تستفيد بالخصم لازم تدخل عن طريق لينك القناة وأنا سايب لكم اللينكات في الوصف أسفل الفيديو ونكمل الشرح وعندنا هنا بيج 31 أو صفحة 31 It's lunch time at the form It's lunch time at the form أو إنه وقت الغداء في المزرعة وبيزي بي هنا بتقول لنا listen يعني استمع and match and match يعني ووصل color يعني لون and say وقول فطبعا إحنا شايفين هنا في مجموعة صور ناقص فيها أجزاء الصور الخاصة بالحيوانات فأول حاجة أنا هقول لكم اسم الحيوان اللي في الصورة هنا ناقص وانتوا هتوصلوا بي الصورة الخاصة بي زي ما احنا شايفين هنا Adam كان بيقول there is there is a cow there is a cow يعني هناك بقرة there is a cow هناك بقرة طب هنا المربع ناقص البقرة دي فهنوصله بأني صورة يا أصحابي دي ولا دي ولا دي شاطرين هي دي الكاو فهنوصلها بهنا وهنقول there is a cow أو هناك بقرة طب تاني حاجة هنا دينا كانت بتقول there is a sheep there is a sheep هناك خروف فالمفروض ان احنا هنوصل الصورة دي بدا ولا بدا ولا بدا بأني حيوان فيهم شاطرين هو ده الشيب أو هو ده الخروف فهنوصله بالصورة دي واحنا هنقول there is a sheep أو هناك خروف طب هنا دينا كانت بتقول there is a horse there is a horse هناك حصان فالمفروض انوصل الصورة دي بالكاو ولا بالهورس ولا بالشيب شاطرين هو ده الهورس فهنوصل الصورة دي بالصورة دي وهنقول there is a horse تاني حاجة بيقولك color and say color and say يعني لون وانت بتقول فهتلون الصورة دي وانت بتقول there is a cow there is a cow هناك بقرة there is a cow فانت وانت بتلونها تقول there is a cow وهتلون الصورة دي وانت بتقول there is a sheep there is a sheep هناك خروف there is a sheep وكمان هتلون الصورة دي وانت بتقول there is a horse there is a horse ويعنونها let's care for animals let's يعني دعنا care نعتني بي for animals بالحيوانات let's care for animals دعنا نعتني بالحيوانات وبيزي بي بتقول لنا هنا look انظر and say وقول يعني فانت هنا شايف ان في هنا بنوتة حط ايديها على الحصان وده اسمه horse وهنا rapid والبنوتة دي بتاكله طبعا carrot او gather هنا rapid وصورة التالتة دي cat او قطة وصدقنا هنا بيحط لها تقريبا لبن في الطبق بتاعها فهدي قطة فانت شايف هممه التالتة بيعتنوا بالحيوانات هنا صدقتنا بتصرح للحصان شعره زي ما احنا شايفين بالفورشة اللي في ادها هي مش واضحة قوي بصيف ادها فورشة بتصرح له شعره فالمفروض ان احنا بنعتني بالحيوانات فهنقول i care انا اعتني for animals بالحيوانات i care for animals انا بعتني بالحيوانات ولوها كمان مرة تانية i care for animals انا بعتني بالحيوانات i care for animals وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 33 او صفحة 33 وهنا بيقولك let's care for animals ده انا نعتني بالحيوانات بزي بي بي تقول لنا هنا draw هرسم what each animal needs what يعني ما او ماذا each animal كل حيوان needs needs يحتاج فانت هترسم في كل مربع من المربعات دي الحاجة الحيوان بيحتاجها فمثلا الكهو بتحتاج للعشبة او النباتات عشان تأكلها فهترسم هنا عشبة او نباتات طب ال sheep الشيب بيحتاج ايه برضو ممكن يكون بيحتاج عشبة او نباتات طب ال duck ال duck ممكن تكون بيتحتاج ايه ممكن تكون بيتحتاج مية تعم فيها فانت هترسم كل حيوان او each animal needs الحاجة اللي بيحتاجها وبكده نكون انهينا درس النهاردة وده الجزء الاول من unit 6 المرة الجاية هنشرح الجزء التاني علشان مطولش عليكو اكتر من كده تاني حاجة احب افكركم بيها ان الصفحات بتاعت unit 6 اللي احنا شرحناها النهاردة هتبقى موجودة على الصفحة بتاعت القناة على الفيسبوك لو حبيتوا ترجعوا لها في اي وقت هتلاقوها موجودة وطبعا اللينك بتاع الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك موجود في ال description او في الوصف اسفل الفيديو لو حبيتوا ترجعوا في اي وقت تقدروا تدخلوا عليها اه وفي الختام اتمنى انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم ان انت تشارك الدرس ده مع اصحابك ويخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معها كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا يتضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته